تم اختار وزارة الشؤول الاجتماعية رسمياً بكل تفاصيل المناصر فأرسلت الوزارة للنادي شيك تبرع أحمد عبود باشا ومعاي شيك بالمبلغ اللي خصصته للمساهمة في بناء حمام السباح وصدر القرار النهائي بالترسية يوم 17 سبتمبر 1943 وفي يوم الأربعاء 29 سبتمبر 1943 قرر المجلس صرف مبلغ 900 جنيه إلى حضرة صاحب العزة محمد حسن العبد بيك المقاول كدفعة أولى طبقاً لشروط التعاقد وبالشكل ده بدأ العمل على الأرض لبناء حمام السباح الحمام اللي لسه موجود لغاية دلوقتي بمقر النادي في الجزيرة وكان الأهلي أول نادي مصري يكون بين جدرانه حمام سباح في الوقت ده فرق السباحة وكرة الماء بالنادي كانت بتمارس تدريباتها خارج النادي زي بقى الأندية وفازت ببطولات القاهرة والجمهورية كرة الماء في الوقت ده كانت رابع لعبة جماعية لها دور منتظم بعد كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكان تفوق الأهلي كاسح في اللعبة وصاحب الريادة فيها على كل الأندية وزي ما ذكرت صحف الوقت ده صحيفة الأهرام مثلا جه فيها فاز فريق الأهلي لكرة الماء ببطولة القاهرة لهذا العام بانتصاره على جميع الفرق التي نازلها وأحرز كأس الدكتور عبد السلام الحمامسي وكأس المرحوم داود راتب وكأس الفريق عمر فتحي باش وهذه بداية حسنة جعل رجال النادي يهتمون بالسباحة ويعنون بلاعبيها لا سيما بعد إنشاء الحود الكبير الذي سيفتتح قريبا في حفلة رسمية دي كانت بطولات منطقة القاهرة وعلى مستوى الجمهورية نشرت الأهرام انتهت البطولة بفوز فريق الأهلي على فرق الحرس الملكي ويونان الإسكندرية وكذلك فاز فريقه تحت 25 سنة بالمركز الأول كما فاز فريقه تحت 20 سنة بالمركز الثاني وسبقه في هذه البطولة فريق التوفيئية بالمركز الأول وتلهما فريق المعارف ترجمة نانسي قنقر